اشتركوا في القناة بوابة كبيرة يعني قالت لنا ابحروا تخيلوا عطوا كلمة ماذا لو وتخيلوا على راحتكم وإحنا بدورنا حنعطيكم شوية تخيلات ونعرضها في هذا المسلسل وفي بداية كل حلقة كان الواتشير يقول ماذا لو وتبدأ لنا قصة جديدة ومختلفة ماذا لو كان توني ستارك مجرد مهندس وتاجر أسلحة ساذج وينضحك عليه بسهولة ماذا لو كان تتشالا هو ستار لورد ماذا لو كان ثور ما عنده أخ متبنى اسمه لوكي ماذا لو دكتور هانك على إثر تعمقه في عالم الكوانتم يجيب للعالم فيروس يحولهم إلى زومبي ماذا لو الأفينجرز انتهوا قبل ما يتم تأسيسهم وتكوينهم كفرقة أصلا ماذا لو دكتور سترينج سيطرت عليه قوى الشر ماذا لو كانت كارتر هي الكابتن وليس ستيف روجرز وأخيرا ماذا لو ألترون انتصر وحصل على جسد فيجين وكمان الأحجار كلها وماذا لو الواتشير بدأ يتواصل مع البشر واللي هو الشيء الوحيد المحرم انه يسويه وسواه فوضى كبيرة وأكثر من واقع بديل بشكل مختلف تماما عن اللي عرفناه في عالم مارفل السينمائي ما أقدر أقول لكم يا جماعة انه المسلسل ماره عظيم مسلسل حيلو انبسطنا فيه ولكن أكثر شيء حبيته في هذا المسلسل انه خلاني أشوف الأبطال الخارقين اللي أنا عرفتهم بشكل مختلف وبطريقة غير اللي هي مرسومة في بالي عنه وكيف انه شعرة بسيطة تغيير بسيط في أحد الأكوان راح يخلق بطل خارق جديد وبشكل جديد وبتأثير مختلف تماما عن التأثير اللي عرفناه عنه في العالم السينمائي كيف البهذلة والمعاناة اللي مر فيها توني ستارك هي اللي صنعت توني ستارك اللي نعرفه توني ستارك لو ما انه راح في غانستان وانفجر عليها الصاروخ ودخلت شضايا معدنية في جسمه ما كنا راح نشوف توني ستارك بهذا الشكل نهائيا ومثل ما قال الواتشار من قلب المعاناة والألم والتضحيات خلق آيرون مان أو توني ستارك من دونها هو مجرد عبقري وتاجر وعنده فلوس كثير ويمكن ينضحك عليه بسهولة زي ما ضحك عليه كليمنغور وعلى طريق كليمنغور كليمنغور يا جماعة طلع ماه بسيط ماه بسيط اللي شفناه في بلاك بانثر كلام فاضي كلام فاضي كليمنغور يا جماعة مجرم ما عنده اي ذرة رحمة فيلن خطير جدا جدا لو انه كان باقي على قيد الحياة انا اتوقع انه كان بيسوي مصايب اكثر من سواها ثانس ماه سهل قوي وشرس جدا وزي ما قلت لكم ما في اي ذرة رحمة اهم شي ينفذ اهدافه وبطريقته هو ما يستشير احد عنده هنا خطة في راسه ينفذها عوذ الله منه اجعلنا ما نشوفه حتى لما جابوه في المالتي فيرسز احطوه مع حراس المجرة او حراس المالتي فيرسز غدر فيهم في النهاية الله اكبر عليك الكلمنغو يو مجرم مجرم مخيف مخيف وبرضه في قصة ثانية كيف انه دكتور سترينج الرصين والقوي واللي دائما يفكر لو ان الحب لقي طريق الى قلبه بطريقة مختلفة شوية كيف راح يتحول من دكتور سترينج الطيب الساحر الفنان الى شخص مظلم وسوداوي وتعيس جدا بس قوي في نفس الوقت اقلع امه النسخة الشريرة من دكتور سترينج مرة قوية صراحة انا فليت عليه فليت عليه في ايش في المعركة الاخيرة مع الترون اطربني اطربني دكتور سترينج وفي قصة ثانية كيف انه خطأ بسيط اخر عملية صناعة كابتن امريكا وحولها الى كابتن بريطانيا وعند بيقي كارتر يو يو ولا اخفيكم صراحة مرة حبيت بيقي كارتر وكنت اتمنى انه كذا في نهاية المسلسل بطريقة ما يودها عند ستيف روجرس كنت بيشوف الاذنان مع بعض والله كانت بصير حاجة حلوة الواتشر 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 اي كنت اي كنت اي كنت ام نظام نظام يا جماعة معلش يرجع يعالمي كلو سمحت اش كانت بتكون حاجة حلوة لو اجتمع ستيف روجرس ككابتن امريكا مع كابتن بريطانيا يقلع ام الحماس اوه يليتها سارت واكثر واحدة يعني يمكن لحست مخي من القصص كيف انه لوكي يعني ثور كلنا نعرف ثور انسان اوكي عنده شقحات شوية بس انه لما تقرع طبول الحرب ولما تصير المواضيع فوضى ولما تبدأ تخرج الامور عن السيطرة الولد يوقف يقاتل كآلهة الرعد ما عنده لعب كيف انه لوكي لوما انه الاب اوديين اتبنى لوكي وخلاه اخو ثور ما كان شفنا ثور اللي شفناه ابدا شفنا ثور ثاني دلوع يبغي يرقص يبغي يشرب يبغي يحتفل يبغي يسوي هيصة والحرب اخر همه بس يبي يستهبل يستعرض عضلات شايفين بس لوكي بس لوكي ودين ما رباه رجعوا الاهل وخلاهم هم اللي ربوا طلع لنا ثور ثاني بشكل مختلف جعلنا ما نشوفه سبيكة كيه وسطورة مرة معضل ورهيب وخفيف دم بس بيكة تغيير بسيط بس غيرت شخصية كاملة بمستقبل يا ساتر تغيرت اشياء كثيرة كيف الالترون الله اكبر عليه الالترون يا جماعة طلع ماهو سهل كيه انا شفت فيلم ايج فالترون واستمتعت فيه وشفت التفاصيل الكثيرة وعرفت انه هذا مصيبة بس انه يطلع بهذه القوة والجبروت بعد ما يستخدم الاحجار كلها يا ساتر تلاحظوا انه ماهو كائن ماهو كائن عايش زينا بشري او كائن فضائي او كيان له عضاء حيوية لا عبارة عن كمبيوتر كمبيوتر وذكاء صناعي واجتمعت معاه لحجار الستة شوفوا اش طلع يقول انا اقدر افجر مجرات بفكرة بس افكر كذا اني افكر مجرة تنفجر بس بفكرة من دون ما سوي شي هذا المستوى من القوة اللي وصله وما نتكلم عن نهاية عالم ولا نهاية مجرة ولا نهاية كرة ارضية نتكلم عن نهاية الاكوان الادم يوصل لمرحلة انه يشوف الاكوان الموازية ويدخلها ويلعن خير ابو ام الواتشر شخصيا الواتشر ما اقدر له وصح انه صراحة شطحة غبية انت اسمك الواتشر يعني افترض انك مرة قوي ومع الظل بس ما الاشي اللي صار تلطم واكل هوا وبرضو شفنا كيف انه تشتشا ايوالله انسي ان شاء الله يا جماعة اكتشفنا انه مو بس ملك عظيم وقائد حربي محنك كمان حتى لو انه بطريقة ما صار حرامي مع حراس المجرة كان رح يغير اشياء كثيرة واكثر شي بيغيره تانوس تخيلوا تانوس رح يشيل فكرة انه يمحي نصف السكان اللي في هذا الكون بسبب انه تشتشالا صار هو ستارلورد الفكرة انه ستارلورد اللي عرفناه في العالم السينمائي المارفل اللي هو كريس براك كيه الولد رهيب وحبوب وراعي اكشن ويضارب وعنده مهارات قتالية كويسة بس ما يقدر يترك نفس الانطباع اللي ترك تشتشالا لما تصار ستارلورد تشتشالا انسان طيب وعنده فكر هنا عنده فكر سياسي هو ابن ملك وما صار البلاك بانثر اصلا في العالم اللي عرفناه الا انه عنده تفكير سياسي وادمي محنك ويعرف يتخذ قرارات صعبة ويعرف يعطي انطباع كويس للناس اللي منحول لما صار حرامي في هذا العالم طلع لنا شي مختلف المجرة كلها تغيرت ثانوس يكفيكم ثانوس ثانوس اللي هدفه يمحي نصف سكان العالم قال لك كانت فكرة صراحة واستغنيت عنها ببساطة وشفنا اخت قمورة كيف حتى مستقبلها تغير ومعاد اجر عليها تجارب وشعرها كان طويل وشكلها كان كيوتس ملة عليها على كل حال جماعا الامانة المسلسل استمتعت بمتابعة جميع حلقاته اوكي مش كل الحلقات مرة واو بعض الحلقات كانت شوية رتمها بطيء او بارد من رغم انها نص ساعة ولكن بعض الحلقات للامانة كانت مرة ممتعة وتمنيت انها فعلا ما تكون مجرد نص ساعة واصلا حكاية النص ساعة هذه صراعة شوية مزعجة يعني لو خلوها 45 دقيقة توقع كان بيقدر ويبحروا شوية في القصص لو تلاحظوا القصص مرة تمر بسرعة كابتن بريطانيا تحولت بوم بوم الحرب انتهت او خلصت الحلقة ما لحقنا ما لحقنا يا جوبك شفنا شوية اكشن شوية فلة وخلصت الحلقة ومعاد في تكملة انتهى خلاص ف30 دقيقة كانت يا جوبك وريني المهمة المهم في القصة واسحب على الباقي فهذه واحدة من الاشياء اللي زعجتني للامانة لو انهم وصلوا 45 دقيقة أو 16 دقيقة اضافية والله كانت بتضيف قصص وتفاصيل مرة حلوة وبتعطي قيمة كثر المسلسل بس صراحة شي مرة رهيب وغريب في نفس الوقت انك تشوف الشخصيات اللي كبرت معاها وجلست تابعهم من فترة طويلة فجأة اكيد تشوفهم بقصص مختلفة وفي عالم مختلف وبالمنظور مختلف وبحكم اني مرة يحب دكتور سترينج للامانة حبيت التحول اللي مر فيه في هذا العالم يعني في البداية صار له حادث ولكن هذه المرة كانت حبيبته معاها فترك انطباع مختلف في نفسه وتحول من شخص مصاب ومكسور الى ساحر طيب ويسعى للخير ومنها مرة ثانية من ساحر طيب الى ساحر شرير وخطير واناني جدا ولعب في الزمن حاس يعيشها ويقتلها يعيشها ويقتلها وهذه واحدة من الاشياء المهمة اللي حاول المسلسل انه يخلينا نركز عليها الشيء اللي بيصير بيصير اذا فيه شخص بيموت تراه ميت ميت لا محالة لو ترجع بالزمن ميت مرة ترى بيموت مهما سويت ومهما فعلت بالزمن وحاولت ترجع انك تخلي شخص مايموت في الزمن في عالم مارفل بيرجع يموت اذا مو بذيت طريقة بألف طريقة ثانية فموضوع الموت في عالم مارفل استلمائي هو نقطة حتمية ما لها تعديل ابدا خلاصة الكلام اكثر شيء استمتعت فيه للامانة هو تحول دكتور سترينج ووجود دكتور سترينج في المسلسل كان مره رهيب خلاني اتعرف كيف انه دكتور سترينج نسخة الشريرة او نسخة الطيبة في كل الحالتين دكتور سترينج مره قوي وعنده قدرات هائلة قد يكون واحد من اقوى الابينجرز واللي عنده قدرات ممكن لسه نكتشفها في المستقبل واتوقع انه تم تسليط الضوء عليه بهذا الشكل علشان يورونا انه دكتور سترينج ماه سهل في كل الحالتين وبرضه صلط الضوء على انه النسخة المظلمة او الشريرة منه قد يكون فيها خير لو ظهر في العالم السينمائي يعني لو يوم من الايام شفنا دكتور سترينج النسخة المظلمة او الشريرة او ايش ممكن نسميها تأكدوا انه بيكون فيها ايش فيه امل لا فيه امل انه يطلع شيء حلو من ذا الادمي لانه مرة قوي ومعضل بس انه ايش الحب عدم والدينه حبيت الرسم للامانة واللي تابعوا المسلسل بجودات عالية اكيد راح يتفقوا معايا البدايات صراحة اول ما تابعت المسلسل كده حسيتني قاعد تابع شيء غريب كي اخي ذول اللي يعرفهم بس مرسومين عارف كان رسم حلو بس كده يعني كان عندي مشكلة في استيعاب موضوع الرسم انه شخصياتك اللي تعرفها مرسومة فكان فيه شيء غريب بس مع الوقت اللي امانة عودت عليه حسيت انه لا والله كويس والله مرة رهيبة الرسم ايش الكلام الحلو ده ولا اداء الصوتي للشخصيات برضو مرة ممتاز بغض النظر عن انهم جابوا ممثلين بدلاء يؤدون صوات شخصيات اللي نعرفها اما بسبب انهم ما اتفقوا مع الممثلين على سعر كويس او ايا كانت المشاكل اللي صارت او انه ممكن حابين يخفضوا ميزانية المسلسل وجابوا مؤدين اصوات اصواتهم قريبة الى حد ما من اصوات مؤدي الشخصيات الاصلية علشان يعني ممكن يحافظوا على ميزانية المسلسل في مستوى معين ولكن في كل الحالتين الاداء الصوتي كان جدا جدا رهي عبيت المشاهد القتالية اللي حصلت في المسلسل بالذات كابتن مارفل وثور لما تضاربوا وجلسوا يطوفوا من شرق الارض الى غربها من شمالها الى جنوبها كان الفايت بينهم مره رهيب وضريف صح انه يخلوا من الجدية كذا ما اخدينه بطابع كوميدي بس كان مره رهيب ورانا انه كابتن مارفل وثور بينهم تجانس معين في مستوى القوة واكيد ما رح ننسى المشاهد القتالية الرهيبة اللي قدمتها لنا كابتن كارتر على ضوء بعض المشاهد القتالية اللي عرفناها من كابتن امريكا وما ننسى برضو المشاهد القتالية اللي صارت في اخر حلقة بين حراس المولتيفيرس ودكتور سترينج ضد المجرم الكبير الترون واللي مره كان شي خطير ومخيف صراحة يعني كده في مرحلة ما صراحة قاعد اقول مستحيل يفوز مستحيل يفوز يا بوي اذا معضل معضل مثل ما قلت لكم مسلسل ما هو عظيم ولكنه مجرد انه مارف الجالسة تورينا ابطالنا الخارقين بطرق مختلفة ومجرد ثلاثين دقيقة يا دوبة وريك المهمة المهم وانت بعدين يبحر بفكارك على راحتك مع العلم انه المسلسل راح يكون له موسم ثاني فياب ممكن تكتمل بعض القصص وممكن لا يججاهوا لموضوع القصص ويورون ايش اشياء مختلفة تماما وقصص جديدة بعض السلبيات في المسلسل من ناحية الكتابة قابلة للتجاوز مثل ما قلت لكم ثلاثين دقيقة يا دوبة ما عافية اها هارس امر الله وش نسوي بس حكاية انه الترون يقتل ثانوس في جزء من الثاني هذه انا مستحيل اسامحهم فيها كتابة رخيصة جدا لحدث جدا مهم وصعب حرام حرام ثانوس يموت كده في جزء من الثاني يلا ايا كانت الفكرة لفراسهم لا كتابة رخيصة ثانوس معه خمسة احجار وهذا ما معل حجر واحد فجأة كده يشقلك ثانوس نصين لا ما رح اسامحكم يا مارفل ما في ما لي شغل لو خليتوا مثلا يجيب جيش من المقاتلين الاليين تبعوا ويمسكون ثانوس ويشقون الصين ممكن نقول يلا قدروا عليه بس كده ثاني وحدة ليه لا انت كده زبتتلي فيلم انفينيتي وور معناته انه فيجين كان يقدر يقتل ثانوس في جزء من الثانية بس انه ايش كان تعبان لا يا شيخ يا وجيه الله يرحم امك عديها عديها يا وجيه خلينا نقول انه ألترون غير وفيجين غير هذاك رجل آلي بذكاء صناعي مختلف وهذا شيء ثاني ووجود لا تكبر المواضيع يا وجيه خلاص انت دائم تسلك لهم سلك لهم اليوم خلاص سلك لهم شوي التسليك ما يضر نعم نعم شوي التسليك ما يضر ألترون يقدر يقتل ثانوس في ثانية واحدة يا اخوان ميك سنس طبيعي الى هنا نكون صلنا نهاية الفيديو يا جماعة اللي اعطيكم العافية على المشاهدة استمتعت فيه للأمانة وتمنتنا نطلع بكمية حلقات اكثر ولكن هذا الحاصل اكتبوا لي اراكم في التعليقات عن هذا المسلسل وايش الاجابيات وايش السلبيات اللي تشوفونها فيه وايش الاشياء اللي كان ودكم تصير بس للأسف ما صارت كان معكم الوجيه اشوفكم في الفيديو القادم